سناك بطاطا مقرمش سهل التحضير وسلس فيكم تعملوا بأشكال مختلفة وتفرحوا في أطفالكم السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم أعزائي المتابعين برحب فيكم بقناتي على اليوتيوب وصفحة الفيسبوك زهور الصخنة بتمنى زي كنتو الأمران بتحضروني تشتركوا وتفعلوا زرية تنبيهات حتى يوصلكون اشعار بكل فيديو بينزل وقبل ما تتابعوا الفيديو بتمنى تضغطوا على زر اللايك اليوم رح نعمل سناك البطاطا على الطريقة الهندية أنا نزلتها الوصفة بقناتي من سنتين بهذا الشكل أصابع وأخذت صدى كتير بالقناة في ناس نجحت معهم وناس لأ رح أحكي على أهم أسباب الفشل عندي أربع حبات بطاطا وزنهم 800 جرام فيكن تهرسوهم بأي طريقة بتحبوها طبعا البطاطا أنا سالقتها سلق كامل ورح أطلها لأتوابل حسب الرغبي حطيت فلفل نصف معلقة فلفل حمراء نصف معلقة كمون نصف معلقة وعندي بصل بودرة نصف معلقة توم بودرة نصف معلقة معلقة شاي من الكركم العدي صفرة وعندي ملح حسب الرغبة فيكن تحطو إكسرا فلفل نكهة إضافية زعتر أوريغانو أو بقدونس مفروم فريش أو كزبرة أو شبت أي شي أخضر لحتى يكسر ويعطي كمان نكهة طيبة بالهند كانوا يحطوا أوراق الكارب يعطيها نكهة مميزة فعلا فحسب شو متوفر كمان فيكن تحطو كزبرة مطحوني جافي أي بهار متوفر مو ضروري لأنا ذكرتون هلأ رح أحط نصف كوب من النشا كورن فلاور أو كورن سريتش بيعطيكن تماسك العجيني وقرمشي كمان مشان ندعم القرمشي أكتر رح أحط تلت كوب من الماء العادي وتلت كوب مقابلة من السميد يفضل يكون السميد ناعم لحتى ما تفرط معكم الأصابع أو البطاطا بالزيت إذا كان السميد أو السيمولينا خشن تحنوا بالخلاط لحتى ينعم معكم رح أحط معلقة زيت نباتة بدي أطبخوا عن النار هلأ فيكن تحطوا المي والزيت اللي يسخنوا بعدين بتنزلوا بالسميد أو فيكن تعملون هيك في ناس بنقعوا السميد بماء ساخن ما بيطبخوا عن النار مهم ليتفتح السميد حتى ما يطلع قاسي بس نطبخوا شوي بنرفعوا بنحطوا فوق المكونات اللي ذكرناها رح نحتاج لزيت نباتة لحتى نجمع في العجينة وما تلزق معنا رح أدعك العجينة كتير منيح لمدة خمس دقايق لحتى تنعم معي مضبوط بستعين بشوية زيت مثل ما حكيت وهيك العجينة عندي جاهزة للتشكيل فيكن تبردوها بالبراد أو تباشروا فيها مباشرة بالعمل أنا حبيت تشكلهم حلقات رح أستخدم هدول رؤوس الكريمة الفورمات فيه الكبير وفيه الصغير فيكن تستخدموا أغطية الأناني وشيء أصغر منه اللي حكيت تفرغوا الدائرة ورح نحتاج لورق بلاستيك أو زفدي فيكن تستخدموا هاي الأوالي بأن توفرت كما بتاخدوا أشكال حلوة ممكن تعنون بشكل سمايل رح أدهن صينية بشوية زيت نباتة أنا رح أجمدهم قبل ما قليهم حتى ما يلزقوا بدهن الصينية زيت ورح أدهن كمان سطح الكيس النايلون أو ورق الزبدي إذا بتكون شوية زيت حتى ما تلزق العجينة وهلأ بحط الكيس التاني وبمسطدها بالشوبك أو بالنشابي لحتى أخذ سماكة معقولة لا تسمكوا كثير حتى ما تعجن ولا ترققوا كثير حتى ما تحترق تكون سماكتها معقولة بهالسماكة هاي شايفين هلا رح أجيب الأوالبة اللي حكت عنها لنقطعها أو أغطيت الأناني فيكن تستخدموا أي شي دائرة متوفر عنكم بالحجم يلي بتحبوا رح أتابع هلا تقطيع وباقي العجين منجمعه منرجع منشكله من جديد بنفس الخطوات رح نستخدم كمان هذا القالب نشوف كيف رح نستخدمه بدهن زيت حتى ما تلزق العجينة على القالب ومنقطع إذا في زوائد نرفعهن بننزله بهدوء من القالب حتى ما يتخرى بشكله وبنقله على الصينية يلي دهنتها زيت وبس تخلص الصينية بحطها بالفريزر حتى تضلمت ماسكي ما رح إليه وهي طريه ضروري تجمدوها بالفريزر قبل القالب نصف ساعة ربع ساعة حتى ما تفك معكم بالزيت هاي الأشكال يلي عملتها عملت كم واحدة أصابع فيكن تعملوهم بشكل دائري أو سمايل مربعات حسب الرغبة رح فرزون وبعدين ابدأ بالقالي رح أحكي شغلي كتير مهمة وأساسية لازم يكون نوع البطاطا المستخدم المالحة ما تكون القشرته السميكي البتلطش بالقالي هاي ما بتتحمل وبتدوب وبتفرط تمام؟ نختار البطاطا القشرته أرقيقة البلدية رح فرزون نصف ساعة قبل القالي جهز هون زيت عم سخنوا وعنده مصفاي لازم تكون درجة حرارة الزيت الساخني حتى يمسكوا معكم حبات البطاطا وما يفرطوا بالزيت بوزع الحلقات بعدهم حتى ما يلزقوا مع بعض بس تماسكوا شوي بخفف درجة حرارة المتوسطة لحتى ينضجوا وما يتم قلبهم مع الجين وبحرقهم على الجهتين لحتى ياخدوا اللون الدهبة بعدين منرفعهم ومنحطهم على مصفاي لنتخلص من الزيت الفائد وبعدين ننقلهم على صحن التقديم ارمشتها لذيذي وطيبي وسلسي بنفس الوقت فيكم تقدموها مع الكتشاب او مع الميونيز او مع صلصة الحرة تعطيها طعم كتير طيبة روابط الصلصات بتلاقوها بصندوق الوصف نزلتها مسبقا بالقناة اشارة تكون عجبتكن الوصفة وتجربوها لاطفالكن لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر التنبيهات والانضيمة من صفحة فيسبوك وضغطوا على زر اللايك اذا عجبكن المقطع فضلا وليس امرا اشارة بشوفكم بالفيديو القادم والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة